اشتركوا في القناة انه مسلسل قصير موجود على نتفلكس مسلسل قصير حديث لانه لسه منشور على نتفلكس من يومين تقريبا اسمه انورتودوكس المسلسل الماني امريكي والمسلسل قصير احداثه كلها عبارة عن اربع حلقات ولو اني لما ببص على المسلسل على ايم دي بي وعلى روتين توميتوز بلاقي دايما بيكتبوا زي المسلسلات المستمرة اللي هو عشرين عشرين وما ابعد من ذلك وانا مستغرب ده الصراحة لان اللي اتفرجت عليه ده وفهمي عن احداث المسلسل بتعني ان هو انتهى كده خلاص ولكن حنشوف نوين على ايه في الموضوع ده مسلسل انورتودوكس مأخوذ عن رواية لكاتبة مشهورة اسمها ديبرا فيلدمان وديبرا فيلدمان كاتبة المانية امريكية نشأت في طائفة يهودية متشددة جدا عايشة جوه امريكا ولكنها بتتمرد على التقاليد بتاعتها وبتهرب لبرلين وبتسلك اتجاه تحروري شويتين مليان معاناة ومليان تحولات ومليان اعادة تشكيل لشخصيتها وتفاصيلها وكلام زي ده والمسلسل ده مأخوذ عن الرواية دي وعن قصة ديبرا فيلدمان ولكن مع بعض الحريات في تحريف كثير من الاحداث الحقيقية اللي حصلت واللي هي وثقتها في الرواية بتاعتها ومش عاوز اتكلم كتير في التفاصيل الحدوتة شبه اللي قلته لكم ده امرأة يهودية صغيرة في السن عندها 19 سنة اسمها أستي بتتمرد على الطائفة المتشددة اللي هي عايشة جواها وبتهرب لبرلين علشان تعيش مع أمها اللي كانت محرومة منها وبنتابع ازاي بتبتدي تتفتح على العالم اللي عمرها في حياتها ما شافته وازاي ده بيغير فيها وبيغير في قناعتها وبيغير في طريق تفكيرها في ظل مطاردة من زوجها ومن أحد أتباع الطائفة دي اللي بيتم إرسالهم وراها علشان يرجعوها تاني لأن التمرد بتاعها ده غير مسموح داخل هذه الطائفة أو هذه المجموعة أحداث الفيلم بتاعنا نقدر نقول عليها درامية تعليمية لو ينفع نقول حاجة بالطريقة ديت أو تثقيفية بالإضافة للشق المتعلق بالإثارة لأن احنا بنتعرف على بطلتنا اللي بيتم مطاردتها من أجل إعادتها مرة أخرى وبنبتدي نشجعها والتفاصيل بتاعة المطاردة دي فيها لحظات كتير بتشد الأعصاب شوية ونجحة جدا في شد جذب المشاهد أو شد اهتمامه أو شد تعاطفه الشق الدرامي بتاع المسلسل أنا شخصيا ما عنديش عليها أي تحفظات بالعكس هو فعلا بيجذب المشاهد وفعلا بيجذب اهتمامه فعلا بتلاقي نفسك بتشجع الشخصية وحاسس بمعاناتها بتحس إنك عينيها في أوقات كتيرة جدا لأنها فعلا عاملة زي القطة الصغيرة يعيني ما شافتش حاجة في الدنيا ما تعرفش حاجة من اللي بيجرح حواليها وده واقع صادم جدا بس عاوز أتكلم عليه وأنا بتناول الشق التفقيفي الخاص بالمسلسل وبتفاصيله الحاجة الوحيدة اللي ده يقتني على المستوى الدرامي هو إن المساحة الزمنية بتاعت الأحداث يعني نقول الأحداث بتبتدي في يوم معين وبتمتهي في يوم معين المساحة دي أو المسافة دي مش كبيرة قصيرة جدا والأسباب غير معلومة لي أنا أنا مش عارف إذا كانت الرواية الأصلية كده أو تناولها تم بطريقة دي ولكن اللي أنا عارفه إن القصة الحقيقية بتاع دي برافلدمن مش كده حسب ما أريد هي واخد راحتها واخد راحتها داية بيخليها منطقية أكتر فأنا مش عارف القرار ده تاخد بناء على إيه وزي ما بقول كده العيد بتاعه هو إنه في بعض الأحيان بيحسسك إن الأحداث اللي بتحصل مش منطقية شويتين تصرفات بعض الشخصيات بتفتقر للمنطقية ما فيش ناس بتتصرف بالطريقة دي ما فيش ناس بتثق أو بتتشكك أو بتتعامل أو بتساعد أو بتعادي أو بتعمل ده في المساحة الزمنية دي حسس كده إن الموضوع في صدفة كتير في سوق حظ كتير وفي حسن حظ كتير ومش باين أسبابه عاملة إزاي وده اللي دايقني شوية ولكنه ما أزعجنيش قوي أثناء تجربة المشاهدة أو ما أفسدش علي تجربة المشاهدة لأن دور البطولة والبروفايل بتاع الشخصية الرئيسية اللي هي شخصية أستي غني قوي على مستوى التصميم على مستوى الكتابة وعلى مستوى التكسيد كذلك حقيقي يعني دور كده يتبروز دور ممكن يتحط في السريب بتاع أي ممثلة في الدنيا ولو تبانى عليه بشكل كويس يطلق كارير مرعب الأحداث بتاعتنا ما هيش أحداث لينير ما هيش أحداث متتالية إحنا عندنا أحداث في الزمن الحالي وعندنا فلاش باكس كتيرة جدا بنشوف فيها الشخصية دي وصلت اللي كانت وصلت له إزاي واتخذت قرارها بالهروب بناء على إيه واللي تعرفه إيه واللي ما تعرفوش إيه واللي كانت مقتنعة به إيه واللي ما كانتش مقتنعة به إيه وده برضو شق ناجح ومتميز في رأيي جزء كبير من اللي احنا بنروح له في الفلاش باكس هو جزء التثقيفي بقى اللي بقول عليه اللي بنتعرف من خلاله على الطائفة الحسيدية أو القاصدية حاولت أقرأ عن الموضوع سريعا بس ما قدرش أقول إن أنا جمعت معلومات كافية هي طائفة يهودية متشددة جدا 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 متحفضة جدا حاجة كده إحنا نفسنا أنا عن نفسي يعني على حد ثقافتي المحدودة عمري في حياتي ما كنت أتصور إن هو موجود معانا على كوكب الأرض حتى الآن في أي طائفة دينية من أي نوع ده عشان نكون واضحين لا درجة عجيبة درجة من اللي هي بنسمع عنها في بعض المجتمعات المتأخرة شوية وبنقعد نقول لا ده مش ممكن يكون في بشر عايشين كده ده شيء ضد حقوق الإنسان لو في بني أدى معيش بالطريقة دي فلما تخيل إن ده حاصل داخل أمريكا في شوارع أمريكا في طائفة معينة عيشة في وسط الناس والناس كلها عارفاها ونسدق إن هم عايشين بالطريقة دي فعلا حقيقي موضوع بينور المعرفة ولو حد من المشاهدين من الناس اللي بيلتقط خطوط أي معلومة غريبة أو أي حاجة ما كانش يعرفها قبل كده ويحب ينطلق في الإراية والبحث وراها أعتقد إن المسلسل ده حيعجبك جدا أنا أتسحلت شوية في البحث ما بقتش مصدق معقول في ناس عيشة بالطريقة دي معقول لسه في ناس عيشة بالشكل ده وداخل أمريكا أنا بصراحة استغربت جدا ولكن مشكلتي مع الشق ده وطريقة تناوله جوه المسلسل إنه في بعض الأحيان بيسحب يعني بياخد وقته بنبتدي نشوف تقالدهم في الزواج تقالدهم في التعرف ما بين الزوج والزوجة وآه هم متقابلوش غير عشان حيتجوزوا لو هو الجواز اللي ما بين اتنين عمرهم ما شافوا بعد ده صدق أو لا تصدق الطريقة بتاعة احتفالهم بالأعياد الطريقة بتاعة تقصهم الدينية الطريقة بتاعة الحفاظ على سريتهم الطريقة بتاعة تعاملاتهم الأسرية والكلام ده كتير منها مفيد للدراما كتير منها بيدفع القصة أو بيعرفك حاجات عن خلفية الشخصيات مفيدة في سياق الأحداث وكتير منها موجود بس عشان صدق أو لا تصدق الشق بتاع الموقف والطرائف الشق اللي ممكن يصل معاك كمشاهد لإحساسك بأنك بتتفرج على فيلم وطائقي وده لو أنا فعلا بتتفرج على فيلم وطائقي فهو رائع ولكني ما كنتش جاي تتفرج على عمل وطائقي أنا جاي تتفرج على عمل درامي في أحداث ولما أحاول أبص طب هو لو العمل ده كان التزم ببعض الحدود الزمنية المنطقية أكتر ناخد راحيتنا يا جماعة أصل التحولات اللي حصلت في الكام يوم اللي الأحداث بتدور فيهم ديت مش بسيطة مش سهلة موضوع مهول طب لو كنا خدنا راحيتنا لو كنا سحبنا في الوقت ولو كنا قللنا المواد الوثائقية وخصصنا أكتر لبناء الأحداث الجديدة عشان لما نصدق إن فيه شخصية وطقت في شخصية يبقى الموضوع مقنع لو نصدق إن فيه شخصية عندها عداوة مع شخصية يبقى الموضوع مقنع وبعدين ضملي ده كله وحطهولي فيلم كان إيه اللي حيحصل مش عارب أنا بحبش الكلام في الوقت دي دايما من أنصار إن أنا ما بقيمش العمل اللي كنت ممكن أتخيله أنا بقيم العمل التعرض اللي أنا شفته بس في المرة دي الموضوع حتلاقوه صارخ شويتين حتلاقوه أنت بتتفرج طب ما دي كانت تتحطي على دي ودي تتشال من دي تلاقي الموضوع أزرف مش عارف المهم العمل جذاب جدا لو حد بيدور على عمل درامي عميق وثقيل ويخليك تفكر ويخليك تتعاطف مع الشخصيات العمل ده مناسب جدا لو حد بيدور على حاجة فيها بعض السسبنس داخل الخطوط الدرامية الجيدة العمل ده مناسب جدا لو حد بيدور على حاجة ما كانش يعرف عنها قبل كده لأ ما كنتش تعرف الحاجة اللي أنا بقولها دي عن موضوع الحاسدك موفمنت والعلاقتها بالديانة اليهودية وإزاي الناس دي عايشة وإزاي الكلام ده كله موضوع يبقى مناسب جدا ولكن مش حقدر أجرده من بعض العيوب اللي قلتها دي واللي ما بتقللش قوي من قيمته أمام التفاصيل بتاعة بروفايل الشخصية ودي أكتر حاجة عجبتني في المسلسل على الإطلاق بجانب التكسيد زي ما قلت المسلسل موجود على الناتفليكس أربع حلقات بيخلص في قعدة من الآخر يعني من برحة احنا كنا عاملين ستريم بتاع فيفا حكيت للناس عن المسلسل في أوله واللي ملهمش في الفيفا راحوا خلصوا رجعلنا وإحنا لسه بنفتح بكات فعشان كده الموضوع ملموم ومناسب جدا للمشاهدة في الظروف العصيبة اللي احنا فيها دي تقييم المسلسل سبعة من عشرة وأنصح جدا بمشاهدته ومتاح على الناتفليكس ومتاح بجتلي زي ما قلت وإن شاء الله بإذن الله نتقبل بكرة في عمل جديد ألف شكر لحضراتكم على المساهدة ياريت تعملوا شاركوا لايك للحلقة لو عجبتكم اشتركوا في القناة وشغلوا جرس التنبيهات عشان تجيلكم الحلقات أول باول تابعوني على تويتر وفيسبوك ونيمو بوديو وباي باي